اهلا بكم بفيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتو بتشوفوا معايا الفيديو ده طبعا زي ما قريته معايا في العنوان ان الستي دي طبعا قعدة ومفيش في دماغها اي حاجة وعمالة تاكل وترمي كل حاجة على الارض لغاية ما عارفت ان حماتها حتطب عليها فجأة فطبعا ثابت كل اللي في ايديها وقامت جري علشان توضب وتنظف الشقة بتاعتها وحنشوف كمان اي هي الادوات اللي هي حتستخدمها في تنظيف البيت طبعا هنشوف معاها مجموعة متنوعة جدا من الادوات طبعا زي ما احنا شفنا هي ابتدت في البداية كده ان هي تكنس السجاد في المكان اللي كانت قاعدة بتاكل فيه اللب والفستق وبعد كده طبعا جابت اداة التنظيف دي علشان تمسح فيها الرخام من العفرة والغبرة وبعد كده ابتدت ان هي تعطر المكان وشغلت المبخرة اللي موجودة عندها وبعد كده دخلت على قط النوم وبتدت ان هي باستخدام الجهاز التنظيف اللي معها ده ان هي تنظف السرير وكمان بتنظف السجاد يعني الجهاز اللي معها ده لكذا طريقة في الاستخدام بعد كده طبعا ابتدت ان هي توضب كل الحاجات اللي موجودة عندها في قط النوم بعد كده جابت الشماعة وابتدت ان هي ترس عليها الهدوم المكوية والمخصولة عندها بعد كده رجعت للصالة تاني وابتدت ان هي تلمه كل الحاجات المتوسخة اللي موجودة هناك وحطتها في الغسالة وبعدين جابت كل الشربات اللي ما توسخها عندها وحطتها بالغسالة الماني دي بعد كده انتقلت على الحمام علشان تنظفه علشان يكون جاهز ونضيف ورحته حلوة طبعا بتنظف كرسي الحمام في الأداة اللي احنا شايفانها دي طبعا الأداة دي جميلة جدا لأنها بتساعدك أن انت توصلي للأماكن اللي بيبقى صعب أن انت توصلي لها بعد كده طبعا ابتدت أنها تنظف السجادة بتاعت الحمام باستخدام المجنسة دي طبعا زي ما احنا شايفين هي لسه ما خدتش دقيقتين بس وهي بتنظف الشقة وهنا طبعا حطت المنظم ده اللي هو خاص بالمنادين ابتدت أن هي تروص بقى العطور والكريمات عليه ونظفت المراية بتاعت الحمام طبعا حتنظف الحوض وحتزبط بقى الحمام بتاعها علشان يكون شكله جميل لو حمتها مثلا حبت أن هي تدخل الحمام فتلاقي الحمام نظيف بعد كده غسلت ايديها ونشفتها كويس قوي علشان حتروح للمطبخ وتبتدين هي تجاهز للغداء بتاعهم طبعا حتغدي حماتها جنباري زي ما احنا شايفين كده في الفيديو وتقريبا كده حتعمل شربة بس مش عارفة هي شربة ايه بصرقوها مش قادرة اميز ايه نوع البقليات اللي هي حطته وطبعا حتعمل رز زي ما احنا شايفين كده في الفيديو بس طبعا الرز مش مخصول كويس زي ما احنا شايفين كده برضو حطته في الجهاز ده علشان تعمله بعد كده طبعا طلعت الاستاكوزة وهنا طبعا هتعمل درة ومش عارفة ايه هي الحاجة التانية برضو وطبعا كلهم رصتهم في حلة البخار دي طبعا ده جهاز فيه كذا حلة تقدر ان انت تعملي عليهم الاكل عن طريق البخار بعد كده طلعت حبة البطاطس دي وبتدت النهاية طبعا تقشرها ودلوقتي هتبتدي ان هي تجهزها علشان تعملها على الغدا طبعا بصوا طريقة التقطيع جميلة جدا وبتدي شكل حلو جدا للبطاطس تقدروا ان انتوا تعتمدوا برضو الطريقة دي بالتقطيع هتعجبكم جدا بعد كده بقى صفت الزيت اللي هي قالت فيه البطاطس برضو باداة خاصة بالزيت وبعد كده ضافت كمية كويسة جدا من التوم وحطتها في الجهاز ده علشان تفصل التوم عن الاشره وبعد كده هتبتدي ان هي تفرم التوم بالجهاز ده زي ما احنا شايفين معاها كده بعد كده ابتدت ان هي تضيف الجمباري على التوم وطبعا هتبتدي برضو تضيف التوابل الخاصة بيها وهنا جابت شوية اجنحة اه اجنحة فراخ وطبعا هتتبالها وبعدين هتحطها في الجهاز ده علشان تشويها طبعا زي ما انتوا شايفين الجمباري جهز بسرعة رهيبة جدا وبعد كده ابتدت ان هي تجهز العصير طبعا هتعمل عصير برتقال وهنا زي ما احنا شايفين اجنحة الدجاج تقريبا جهزت فهتبتدي طبعا ان هي ترص بقى الصفرة بتاعتها على الجهاز ده الجهاز ده مهمته ان هو بيخلي الاكل يفضل ساخن بعد كده استقبلت حمتها وابتدوا ان هما يتغدوا مع بعض وبعد ما خلصوا بقى الغدى ابتدت ان هي تشيل كل الاطباق بقى وترجع تنظف من تاني مكان الاكل بتاعهم ترمز دبالة وتخسل الاطباق اللي موجودة عندها علشان كل حاجة تفضل نضيفة لو وصلت لغاية هنا من الفيديو ما تنسيش ان انت تدوسي على زر اللايك علشان تشجعيني وتشجعي القناة وما تنسيش ان لو دي كانت اول مرة بتشوفي فيها الفيديو ده انك تشتركي في القناة وتفعلي جرس الاشعارات علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة تعالوا بقى بعد كده نشوف عملت ايه بعد ما حامتها مشيت ورجعت لبتها طبعا فرحتها ما بتتوصفش زي ما احنا شايفين كده في الفيديو شكل علاقتهم مش قد كده بعد كده طبعا ابتدت ان هي تطلع كل الحاجات اللي موجودة عندها الظاهر كده ان هي كانت جايبة مجموعة كبيرة جدا من الحاجات الجديدة لشقاتها بس شكلها كده ما حبيتش ان هي تخرجهم وتوريهم لحمتها مع علينا بقى من المواضيع دي تعالوا بقى نشوف ايه هي الحاجات اللي هي جايبها لشقاتها طبعا زي ما انتو شايفين جايبة الترابيزة دي طبعا الترابيزة دي هي اللي ركبتها وبصراحة شكلها جميل جدا وبصراحة جايبة معاهم الكراسي دي بصراحة شكلهم جميل جدا تعالوا بعد كده نشوف بقى ايه هي الحاجات اللي هي كمان جايبها لبتها انا مش عارفة ده ايه بس تقريبا كده يعني هو مادة بيتنظف بيها زي ما احنا شوفنا كده اهي بتنظف بيها الجزم وكمان جايبة شماعة تانية نفس الشماعة اللي كانت عندها فقط النوم بصراحة جايبة حاجات مميزة جدا ومجموعة من الادوات جميلة جدا وهنا المنظم ده تقدر ان هي تنظم بيه العطور بتاعتها او الكريمات بتاعتها هي اختارت ان هي تنظم بيه الحاجات الخاصة بيها وهنا معانا المصفة ده طبعا بتستخدميه في الحوض تخسلي عليه بقى الحاجات المختلفة اللي موجودة عندك وهنا عندنا الجهاز ده اللي هو الجهاز الطارد للنموس وكمان جايبة جهاز التنظيف ده طبعا جهاز التنظيف ده خاص بتنظيف الشبابيك زي ما احنا شايفين بيوفر عليك الوقت والجهد وهنا عندنا جهاز للفاكس وكمان جايبة الحلة دي اللي هي بتشوي الاكلات المختلفة اللي بتبقى موجودة عندنا وهنا كمان جايبة حلة البخار دي طبعا الحلة دي جميلة جدا تقدر ان انت تعملي عليها الاكلات المختلفة وغير كده كمان تقدر تستخدميها برضو للطبيخ العادي او للاكل العادي الحقيقة هي جايبة مجموعة مميزة جدا من الادوات المنزلية والاجهزة الزكية جدا كميلوا الفيديو للاخر علشان تعرفوا ايه هي الادوات اللي هي جابتها طبعا هتشوفوا ادوات مميزة جدا وجميلة جدا انا متأكدة ان هي هتعجبكم وطبعا في نهاية الفيديو حسب لكم اسماء التطبيقات والمواقع اللي بتساعدكم ان انتو تجيبوا الحاجات دي عن طريق الانترنت ولو انتو بيتابعوني من مصر فماظم الحاجات والادوات اللي انتو شفتوها معايا في الفيديو ده تقدروا ان انتو تجيبوها من كارفور او من ايكيا وبرضو لكل متابعيني اللي بيتابعوني من برة مصر فعايز اقولكو برضو على حسب البلد اللي انتو بتتابعوني منها تقدروا ان انتو تجيبوا برضو كل الحاجات اللي انتو شفتوها معايا في الفيديو ده عن طريق اي كيا او كرفور او تقدروا تستعينوا بالتطبيقات والمواقع اللي انا بسيبلكم اسمقهم في نهاية الفيديو وما تنسوش تشجعوني بتشجعوا القناة بالضغط على زر اللايك استنوني اشوفكم على خير بفيديو جديد ان شاء الله اسبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة